نقل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب خلال جولة على كبار مشيخ طائفة الموحدين الدروز نقل رسائل الشكر من الرئيس السوري بشار الأسد تقديرا لمواقف المشيخ الدروز حول الأحداث في سوريا وهاب وبعد لقائه الشيخ ناصر الدين الغريب أكد أن مصلحة الطائفة الدرزية فوق كل اعتبار هناك توازنات دقيقة لا يمكن لأحد أن يصرف أي تطور إقليمي أو أي تطور دولي في لبنان إمكانية الصرف مستحيلة هذا إذا حصل أي تطور كما يعتقد البعض لأننا نعتقد بأن كل التطورات إيجابية ونعتقد بأن محور الممانعة في المنطقة قوي ولا أعتقد بأن هناك قدرة على هزيمة هذا المحور الشيخ الغريب شدد من جهته على أنه لا يجوز أن تكون خاصرة سوريا من الجانب اللبناني لينة بعض المناطق الحدودية في السمال تتعبنا ولا تريحنا بوضعها القائم وطمأن وهاب خلال لقائه الشيخ أبو علي سليمان أبو دياب أن الوضع في سوريا تحت السيطرة لافتا إلى أن السلطة تحاول تحاشي الحسم المكلف ولكن عندما تصبح كلفة الحسم أقل من كلفة الفوضى طبعا الدولة ستأخذ خيار الحسم